ويقول عليه الصلاة والسلام سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كيف أن المرأة الزانية تأكل بسدييها تبيع عرضها من أجل أن تأكل هناك عهر فكري سيكون قوم يأكلون بألسنتهم بالنفاق يتحدث بما لا يؤمن من أجل أن يسترضي غنيا أو قويا رزقه النفاق يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين فتاوى لا تعد ولا تحصى كلها تخالف أصل الشريعة تملقا للناس وللأقوياء يختلون الدنيا بالدين بل لك عمل خيري حفل راقصة يرصد ريعها للأيتام دخل الحفل الراقصة مع الأيتام يا نصيب خيري هذا اليا نصيب هدفه استعاف الفقراء يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأم من اللين ألسنتهم أحلى من العسل قلوبهم قلوب الزئاب يقول الله تعالى أبي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثلن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيران ويقول عليه الصلاة والسلام يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من خير قول البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديث إلى الله يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا فيكم أعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعملوا بها وفي رواي حتى يعلنوا بها يتباهون إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم وهذا الإذزو هو الطاعون الذي لم يكن يعرف من قبل لكن بسبب الفاحشة بل بسبب الشذوذ ولم ينقصوا المكيال والميزان يدخل في هاتين الكلمتين كل أنواع الغش ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين بالجفاف وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ ما في أيديهم مليارات من الدولارات تنتقل من أيدي المسلمين إلى أيدي أعدائه كل عام لأن أعداءهم يخططون لإفقارنا ولإضمالنا ولإفسادنا ولإزلالنا والأصح لإبادتنا وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم العالم الآخر كل يوم يبحث عن أسباب الوفاق فيما بينه ونحن كل يوم نبحث عن أسباب الفرقة وعن أسباب الخلافات وعن أسباب الكراهية وعن أسباب البغضاء إلى أن تنتهي إلى الحروب الأهلية ثم تنتهي إلى التقصيمات أيها الإخوة الكرام عن أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا اقترب الزمان يعني اقتربنا من قيام الساعة كسر لبس الطيالسة وكسرت التجارة وكسر المال وعظم رب المال بماله وكسرت الفاحشة وكانت إمارة الصبيان وكسرة النساء وطفف في المكيال كسرة النساء في الأماكن العامة المقصود في كل مكان في كل وقت في كل طريق في كل ثوق ويربي الرجل جروا خير له من أن يربي ولدا ولا يوقر كبير ولا يرحم صغير ويكسر أولاد الزنا حتى إن الرجل لا يخشى المرأة على قارعة الطريق ويلبسون جلود الضأن الدبلوماسية على قلوب الذئاب أمثلهم في ذلك الزمان المداهن يبدو لبقا وذكيا وحصيفا وعنده حكمة المداهن الذي يبيع دينه من أجل دنيا ويقول عليه الصلاة والسلام خمس بخمس قيل يا رسول الله وما خمس بخمس قال ما نقض قوم للعهدة عهدهم مع الله رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع قيل له يا رسول الله كفارس والروم قال من الناس إلا أولئك يعني عاداتنا تقاليدنا ألبسنا بيوتنا احتفالاتنا آلامنا أفراحنا مناهجنا يعني مناهجنا الدراسية على أزياءنا النسائية على احتفالاتنا على البروتوكولات لا يمكن أن يقام فندق من نوع الخمس نجوم إلا ويبيعوا الخمر أنه يمنزل بالقرآن لأنه يعني إذا ارتدأ الشباب هناك السيابة المرقعة ارتدينا السيابة المرقعة السيابة التي فيها حفر نرتديها نحن لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا تقليد أعمى مصمم أزياء في بلاد الغرب يتحكم بنساء المسلمين يكشفن عن عوراتهن يكشفن عن مفاتنهن لأن التصميم الثنة هكذا هذا من إعلام الله له هو لا يعلم الغيب كما قلت في بداية الخطبة لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان من المسلمين فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهم واحدة كلاهما يؤمن بالقرآن كلاهما له مساجد والحرب الأهلية في العراق كما ترون كل يوم خمسين ستين ثمانين مئة عدى الجرحة يوميا ويقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكسر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه وبالمناسبة في الحديث القدسي الصحيح عبادة في الهرج كهجرة إلي لك أجر الصحابة الذين هاجروا أن تعبد الله في زمن الفتن في زمن أن يكذب الصادق وأن يصدق الكذوب أن يؤتمن الخائن أن يخون الأمين في زمن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف في زمن أن يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا في زمن النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات الملعونات في هذا الزمن عبادة في الهرج كهجرة إلي وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها لهذا الحديث معاني كثيرة من بعض المعاني وهذا التوجه في هذا المعنى لا يلغي المعنى التقليدي للحديث يعني حينما يكون العلم من الغرب والقيم من الغرب والإتيكيت من الغرب والرقي من الغرب والدبلوماسية من الغرب ونموذج الفنادق من الغرب حينما يكون الغرب طاغيا على كل شيء حينما يصبح نموذج الحياة الغربية مطبقا في العالم كله أغلق باب التوبة لأن الذي يقلدهم يرى أن هذا هو الصواب لماذا يتوب؟ الدين تخلف الدين فقر الدين جهل أما الرقي والحضارة والتقدم والحياة العصرية نأخذها من عندهم لذلك عند معظم المسلمين هوس في تقليد الأجانب لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه لا تقوموا الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع يعني تاجر مخدرات بيوت وسيارات ومركبات طائرة خاصة تاجر مخدرات الربح أكثر من مئة ألف ضعف يعني كيلو المخدرات من مكان زراعته يباع بمئة ألف ضعف في مكان استهلاكه هؤلاء الذين يعيشون على دماء الناس تجار السلاح هؤلاء الذين يروجون الفساد ثلاثة وعشرين مليون موقع إباحي بالإنترنت أربعمائة محطة فضائية إباحية أرباحها فلكية من يدير هذه المحطات ومن ينشئ هذه المواقع ومن يدير الملاهي والنوادي الليلية طريق صغير في تسعين نادي ليلي أيها الإخوة دخل فلكي مركبة قصر بيت سيارة مكانة علاقات عامة شبكات لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا من لكع ومن شدة البؤس على معظم الناس يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تمر الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين وما به إلا البلاء ولا تقوم الساعة في رواي أخرى حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه أخرجه مسلم والبخاري ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أنس بن مالك إذا كان أمراءكم خياركم وأغنياءكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراءكم شراركم وأغنياءكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فظهر الأرض خير لكم من ظهرها ومن علامات قيام الساعة لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان يعني قد تصل إلى طرف الدنيا بسبعة عشر ساعة بينما قد تصل في عهد النبي وأصحابه من المدينة إلى الشام بشهرين الآن سبعة عشر ساعة من طرف الدنيا إلى طرفها الآخر حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة وتكون الساعة كالومضة تواصل الألام ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس شردوا عن الله شرود البعير ليس فيهم خير ليس لهم عند الله وزن فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لهم صغار عند الله سقطوا من عين الله يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل يبيعون دينهم بيمين كاذبة ببيت مغتصب بشركة مغتصبة ومن أشراف الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل وأن يشرب الخمر وأن يفشو الزنا ويقول عليه الصلاة والسلام يكسر النساء المرأة إلى مكان طبيعي مكان تربية أولادها ورعاية زوجها والعناية بأولادها وأيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي بالجنة وأول من يمسك بحلق الجنة أنا فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي قلت من هذه يا جبريل قال هي مرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلهم أينما تحركت في أي طريق سرت في أي سوق دخلت في أي منتدى حضرت معظم الحاضرين من النساء طبعا إذا في وعي شيء جيد إذا في نشاط مشروع أجود إذا في عمل خيري أجود وأجود أما إذا كان البكان مكان معصية ومكان فجور ومكان خلاعة ورأيت النساء أكثر من الرجال هنا الطامة الكبرى ولا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ينصب المذيح على الأشخاص يغمر الشخص بمذيح لا يوصف ولا يعقل ولا يفهم يمدح بعضنا بعضا بألقاب رنانة ولا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا ألا ترون يجري بفلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي لبنان أثناء الحرب تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا حتى يأتي أخي عيسى فيملأها قصة وعدلا يوشك أن لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتظهر الفتن ويكسر الكذب ويتقارب الزمان وتتقارب الأسواق النشاط الأول هو التسوق الأول ودخلت مرأة إلى سوق كبيرة فقالت يا إلهي ما أكثر الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ولا تقوم الساعة حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها مر النبي الكريم بقبر فقال صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم سهرات فارغة حديث غيبة نميمة متابعة مسلسلات نظر إلى العورات التباهي الفخر يعني ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتنا من جيفة حمار جلسة بأكمل كلام فارغ تعليقات سخيفة مزاح رخيص تهجم تقليد محاكاة سخرية تعليقات لا يفعل شيئا لا يقدم ولا يؤخر ينصب نفس وصي على الناس يقيم الناس يوزع الألقاب عليهم يوزع التهم يكفر يبدع يشرك ولا يقدم شيئا هكذا مجالس المسلمين إلا قاموا عن أنتنا من جيفة حمار لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله والله حضرت مؤتمرا مؤتمرا للأسرة والله في هذا المؤتمر نخبة من علماء النفس والاستماع في العالم العربي والله الذي لا إله إلا هو أول يوم كان فيه ثمين محاضرات واليوم الثاني أربعة وما ذكر أحد كلمة الله ولا الإسلام ولا الدين أبدا موضوع الدين نحي جانبا عن قصد غيب الدين ولا أحد قال كلمة الله مع أن الأسرة ألصق موضوع بالدين ألصق موضوع بالإسلام الآيات والأحاديث لا تعد ولا تحصى في توجيه الأزواج والزوجات أبدا علم نفس علم اجتماع ونستورن العلوم من عالم إباحي ملحد قد يأتي طبيب نفسي بماذا ينصح الشاب المريض أن يكون له صديقة صديقة خارج نطاقة زوجية هكذا تعلم هناك إذن لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله بأي لقاء بأي اجتماع بأي بحث بأي ندوة لا يطرح موضوع الدين أبدا أبدا ولا تقوم الساعة إلا على حثالة من الناس هم بطنه هم فرجه هم المتعة هم الرحلات هم السفر هم الوجاهة هم الكبر هم حوزة أكبر مبلغ من المال ليستمتع به ولو بنى مجده على أنقاض الناس ولو بنى غناه على فقرهم ولو بنى قوته على ضعفهم ولو بنى أمنه على خوفهم ولو بنى حياته على موتهم لا تقوم الساعة حتى تروى الأرض دما كل يوم بغع الدم بمساحات كبيرة على السيارات على الطرقات بالمستشفيات بغع الدم والقتلة حتى تروى الأرض دما ويكون الإسلام غريبا لا تقوم الساعة حتى يكون كتاب الله عارا ألا ندى الناس في أمريكا ويتقارب الزمان وتنقض عراه عروة عروة يتهم الأمناء يصدق الكاذب يكذب الصادق يكسر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل ويظهر البغي والحسد والشح وتختلف الأمور بين الناس ويتبع الهوى ويقضى بالظن بالظن ويقبض العلم ويظهر الجهل ويكون الولد غيظا والله مئات الاتصالات يشكون من أولادهم أولادهم عبء عليهم بلاء من الله ولد ليس فيه أدب ولا علم يأتي بعد منتصف الليل يتطاول على أمه وأبيه يكسل ضرب إخوته يأكل وحده يطالب بالمال بكل وقاحة لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا والله إنسان أحبه له ابن أقسم بالله إذا دهس بمركبة ليقيم مولدا ابتهازا بموته يكسر كل شيء يبتز من ماله يركب عليه الديون هكذا قال النبي الكريم حتى يكون الولد غيظا والمطر قيظا ويفيض اللئام فيضا إذا إنسان أكرمك يعمل لك صدمة ما الذي حدث الأصل هناك من يبتزك هناك من يقيم أمامك العقبات يفيض اللئام فيضا ويغيض الكرام غيضا ويجترئ الصغير على الكبير واللئيم على الكريم قيل ما الذل قال أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده والله والله مرتين كما قال الإمام علي رضي الله عنه والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين وكنس أرض الحجاز بريشتين ونقل بحرين بمنخلين وغسل عبدين أسودين حتى يصراء بيضين أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفائدين ولا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها الرواج للمنافق ويقول عليه الصلاة والسلام سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كيف أن المرأة الزانية تأكل بسدييها تبيع عرضها من أجل أن تأكل هناك عهر فكري عهر فكري سيكون قوم يأكلون بألسنتهم بالنفاق يتحدث بما لا يؤمن من أجل أن يسترضي غنيا أو قويا رزقه النفاق يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين فتاوى لا تعد ولا تحصى كلها تخالف أصل الشريعة تملقا للناس وللأقويا يختلون الدنيا بالدين يقول لك عمل خيري حفل راقصة يرصد ريعها للأيتام دخل الحفل الراقصة مع الأيتام يا نصيب خيري هذا اليا نصيب هدفه استعاف الفقراء يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأم من اللين ألسنتهم أحلى من العسل قلوبهم قلوب الزئاب يقول الله تعالى أبي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثلن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيران ويقول عليه الصلاة والسلام يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من خير قول البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ويقول عليه الصلاة والسلام يخرج في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم أسياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه ويقول عليه الصلاة والسلام سيجيء في آخر الزمان أقوام تكون وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين أمثال الذئاب الضواري ليس في قلوبهم شيء من الرحمة سفاكين للدماء لا يرعون عن قبيح إن تابعتهم خانوك وإن غبت عنهم اغتابوك وإن حدسوك كذبوك وإن ائتمنتهم خانوك صبيهم عارم وشابهم شاطر شيخهم لا يأمر بالمعروف ولا إنهى عن المنكر الاعتزاز بهم ذل وطلب ما في أيديهم فقر الحليم فيهم غاو والآمر فيهم بالمعروف متهم المؤمن فيهم مستضعف والفاسق فيهم مشرف السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة عندئذ يسلط الله عليهم شرارهم ويدعو خيارهم فلا يستجاب لهم أيها الإخوة الكرام سأل أحد أصحاب النبي الكريم عن الساعة فقال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها يعني أم صالحة مؤمنة مصلي صائمة ترعى أولادها تعرف ربها تخاف من الله تستر نفسها تحفظ نفسها تحفظ مال زوجها تأتيها بنت تدخل تتسقف هذه البنت بتقول لك أمي دقا أديمه أمي ما بتفهم جاهله بتفنن الشاب والشاب بالإثاءة لآبائهم وأمهاتهم أن تلد الأمة ربتها فذلك من أشراطها وأن ترى الحفاة العرات يتطاولون في البنيان أيها الإخوة الكرام الأحاديث عن الساعة كثيرة جدا اخترت لكم أصحها ما في البخاري ومسلم وفي كتب الصحاحة واخترت لكم أبرزها وأوضحها ولكن يجب أن تعلموا أن ما نعاني منه من خلل في حياتنا ومن فشو النفاق والفجور والفسق والعصيان والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال الحرام هذا شيء أخبر عنه النبي العدنان ولكن ليس معنى هذه الخطبة أن تيأسوا معنى هذه الخطبة أن تحذروا والله عز وجل يعامل كل منا بحسب استقامته وعمله الصالح أنت سيد بيتك وسيد عملك فإذا أقمت أمر الله فيما تملك كفاك ما لا تملك ولا تزر وازرة وزر أخرى الله عز وجل أرسل الملائكة لإهلاك قرية فقالوا إن فيها رجلا صالحا قال به فابدأوا ولما يا رب؟ قال لأنه لا يتمعر وجهه إذا رأى منكرا أما إذا كنت مصلح وكذلك ننجي المؤمنين لك معاملة خاصة أبشر ولا تقلق هذه الأحاديث كلها لا تنطبق على مؤمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أفنجعد المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعامل الشاب المؤمن المستقيم الذي أقام الإسلام في نفسه وفي بيته وفي عمله مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعامل كعامة الناس أنا لا أدعوكم إلى أن تيأسوا لكن أحذر أن هذا الفساد العليظ الذي ترونه أن هذا الذي ترونه في المجتمعات الإسلامية من توجه نحو الغناء والرقص والفجور والملهيات هذا فيه الطامة الكبرى فلابد من أن تسعن السنة ولا تستهون البدعة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم أولاً بشارة يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي بإسناد صحيح عقر دار المؤمنين الشام أنتم في أفضل بلد في آخر الزمان رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو بالشام نحن في خير أيها الإخوة المساجد ممتلئة البيوت معظمها منضبط فتياتنا محجبات لكن الذي ينبغي أن تعلموه أن الخط الأبيض الذي يمثل الحق وأن الخط الأسود الذي يمثل الباطل هذان الخطان بدأ يستسعان على حساب الخطوط الرمادية بينهما فالنهاية في حق واضح كالشمس في باطل واضح كالشمس في إيمان في كفر في إحسان في إساءة في عدل في ظلم يعني الآن الأمور واضحة جدا فطوب لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة التوجيه النبوي إذا رأيت شحاً مطاعم المادية المقيتة وهواً متبعاً الجنس وإعجاباً كل ذي رأياً برأيه هذا وضع استثنائي فلزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك من تثق به من إخوانك من زملائك من جيرانك من إخوان المسجد هذه خاصة نفسك عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذرهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك يقول ابن يخامر سمعت معاذاً يقول هم أهل الشام لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك قال ابن يخامر سمعت معاذاً يقول هم أهل الشام أو بالشام ويقول عليه الصلاة والسلام ما يرد الله به خيراً يفقه في الدين ولا تزال عصابة كلمة عصابة في المعنى الأصلي جماعة الخير لكن لها معاني مستحدثة إن تهلك أيتها العصابة الصحب الكرام لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة أخرجه البخاري ومسلم آخر حديث في هذه الخطبة يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين ونرجو أن نكون جميعاً من هؤلاء ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين